موضوعنا التالت بقى النهاردة عن القواعد الستة الرئيسية ستة قواعد رئيسية للطعام الصحي طبعا الموضوع الطعام الصحي هتلاقونا يعني إحنا وغيرنا هتلاقونا بنتكلم فيه معاك ودايما لأن ده دورنا لازم يعني نعيد الكلام كثيرا في هذا الأمر لأنه فكرة الطعام الصحي للأسف بقى يعني ناس كتيرة قوي الحمد لله طبعا فيه ناس ابتدت تغير هذه الفكرة بس فيه ناس كتيرة قوي فاكرة أن الطعام الصحي ده أنه عذاب بقى وأن الناس ما تكلش أو الناس تكل حاجات غريبة أو بتاقى وإحنا عملنا الحقيقة حلقة أدعوكم أنكم ترجعوا لها يعني كانت يعني من أمتع الحلقات ليا والله ومن أكتر الحلقات اللي عملت رد فعل مع حضراتكم كانت حلقة كويسة جدا جدا اللي هي كان اسمها حيرة النظام الغذائي الصحي وكنت بقول فيها أو بجاو فيها على أسئلة كتيرة قوي بتدور في أزهان حضراتكم ومن جوة البيوت مش بنتكلم بقى عن أن ده طعام صحي ولا لا إحنا عرفنا خلاص كل حاجة بس كنت بتكلم فيها عن اللي بيحصل بقى المواقف اللي بتحصل اللي بيبدأ وما بيعرفش يستمر اللي بيبقى عنده مشكلة اللي بيبقى مستعجل في الحصول على نتائج الحلقة كانت حلوة قوي كانت اسمها حيرة النظام التغذية الصحية وكانت مهمة قوي قوي استكمالا بقى لهذا الأمر عايز أقول لكم أن فيه قواعد ستة رئيسية قواعد رئيسية للطعام الصحي التفاصيل بقى بتختلف من شخص لشخص ومن مرحلة عمرية لمرحلة عمرية ومن بلد لبلد بس في الآخر فيه قواعد رئيسية للطعام الصحي يهمني أن حضراتكم تعرفوها القاعدة الأولى حافظوا على استقرار طاقتكم حافظوا على استقرار الطاقة جواكم وذلك بموازنة مستوى السكر في الدم ممكن يباني أن ده كلام معقد وكلام كبير جدا جدا لكن الحقيقة بقى أنه كلام فيه منتهى البساطة بسيط جدا جدا الجملة الكبيرة اللي أنا قلتها دي عبارة عن نقطتين ببساطة نقطتين بس النقطة الأولى دي هي أن إحنا لازم ناكل الأطعمة الغنية بالألياف زي الخضروات والفواكه والبقوليات أو الأطعمة الغنية بالبروتين سواء كان البروتين النباتي أو البروتين الحيواني والاتنين مهمين واحتياج جسمنا من البروتين النباتي أكتر من البروتين الحيواني ما فيش حاجة بتاخد مكان حد بس أصدي أنه دايما الاحتياج للبروتين الحيواني بيكون أقل بكتير قوي من الاحتياج للبروتين النباتي يبقى قلنا لازم ناكل حاجات فيها ألياف صح؟ خضروات وفاكها بقوليات وكده لازم ناكل حاجات فيها بروتينات سواء بروتينات نباتية أو حيوانية لازم ناكل الكربوهايدريت بطيئة لاحتراق اللي بتتحرق ببطء زي إيه؟ زي البطاطا زي البرغل زي الحمص زي العتس وهكذا تمام؟ طيب في حاجات كتيرة أو؟ البطاطا، برغل، حمص، عتس، فول الرز وخاصة الرز البني يعني الشعير مكرونة الحبوب الكاملة في حاجة اسمها مكرونة الحبوب الكاملة كل دي اسمها كربوهايدريت أو مواد نشوية بطيئة لاحتراق ودي بتساعد على الحفاظ على توازن الطاقة داخل الجسم